موسيقى أهلا بكم في موجز الأخبار طلب مجلس الأمن الدولي جميع أطراف النزاع في اليمن امتثال القانون الإنساني الدولي واتخاذ جميع التدابير الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والمشاة المدنية ووضع حد لتجنيد الأطفال وأكد المجلس في بيان له ضرورة مشاركة جميع الأطراف اليمنية في المحادثات السياسية بحسن نية ودون شروط مسبقة ووقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء اليمن أعلن قائد لواء 35 مدرع العقيد الركن عدنان الحمادي أن قوات اللواء مسنودة بالمقاومة استكملت سيطرتها على مركز مديرية المسراخ أضاف الحمادي في تصريح لقناة بلقيس أن مركز مديرية المسراخ حرر كليا وأن القوات مستمرة بالتقدم لتحرير بقية المناطق في المديرية مركز مديرية المسراخ نعلن أن المركز المديرية محرر كامل من الميليشيات الإنقلابية وإن شاء الله مستمرين في استكمال بقية المقاومة تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تحرير مناطق جديدة في جبهة كريش التابعة لمحافظة لحج قال المتحدث باسم جبهة كريش قائد نصر إن الجيش والمقاومة تمكن من إحراز تقدم كبير في الجبهة حيث تم تحرير مواقع جبل العسقة في خطوة لتحرير باقي المناطق وأكد أن اشتباكات دارت في الساعات الماضية أوقعت 14 قتيلا من الميليشيا مشيرا إلى أن العملية القتالية لا تزال مستمرة قالت مصادر مطلعة إن قوات الجيش الوطني بدأت تجهيز عدد من الألوية والكتائب العسكرية الخاصة للمشاركة في معركة تحرير العاصمة صنعاء ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر وصفتها بالرفيعة إعداد قوات الجيش الوطني لعدد من الألوية والكتائب العسكرية الخاصة التي ستشارك في تحرير العاصمة صنعاء وفي سياق متصل تقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة في مواقع جديدة بمديرية النهم في محافظة صنعاء وقال عضو مجلس المقاومة عبد الكريم ثعيل إن القوات حققت تقدما في منطقة محلي إلى الجهة الجنوبية من فرضة نهم فيما تتقدم باتجاه نقيل بن غيلان مشيرا إلى أن المواجهات لا تزال مستمرة بين الجانبين في مناطق عدة اختطفت ميليشي الحوثي صحفيين في محافظة ذمار واقتدتهما إلى جهة مجهولة وقالت مصادر محلية إن الميليشي اختطفت الصحفيين عبدالل المنيفي وحسين العيسي أثناء مرورهما من المدخل الشمالي لمدينة ذمار واقتدتهما إلى مكان مجهول دانت منظمة مراسلون بلا حدود مقتل الصحفي التلفزيوني أحمد الشيباني في مدينة تعز وقالت المنظمة الدولية أنها تدين السهداف الشيباني من قبل قناص في مدينة تعز داعية لإجراء تحقيقات مستقلة في الجرائم المرتكبة من قبل التحالف والحوثيين بحق الصحفيين وحمل مراسلون بلا حدود الحوثيين مسؤولية معظم الجرائم التي استهدفت الصحفيين في اليمن نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة